صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أول ما نبدأ به أننا نقدم التعزية ونترحم على الطفلة ليلى ابنة السيد بن زيان لطفي الساكن في باريز هذا الطفلة منذ يومين سقطت من الطابق الرابع عشر باباوين ما في البيت غفلتهم حتى جاءوا الجيران بالغلهم بالابنتهم رهي طاحت من الطابق الرابع عشر ومات ترحمها الله وباباها القلب تاوره مكوي ويمماها القلب انتحره مشوي ما لنذكركم بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل إذا مات ولد العبد إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته يا ملائكتي هل قبضتم روحا ولد عبدي قالوا نعم يا ربنا قال هل قبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم يا ربنا قال فماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع أي أنه قال الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون ما لما العبد يقول هكذا واشي يقول ربي للملائكة ابنوا لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد إن شاء الله ربي السيد بن زيان لطفي من باريز إن شاء الله ربي يرزقك الصبر ويرزقك السلوان وإماها الصبر والسلوان والحاجة اللي لازم تعرفوها بنتكم ماتت الله يرحمها لم يجري عليها القلم يعني قالوا لي عمرها وقيلها أربع سنين ولا ما جراش عليها القلم رايحين تتلاقوا بها يوم القيامة ورايحة تشفع فيكم وتقولوا يا ربي حرمتني من والدية في الدنيا ما تحرمنيش منهم في الآخرة وهي لي دخلكم الجنة ربي يصبركم وربي قويكم وربي يعوذكم إن شاء الله الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون هكذا قولوا الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون ربي يعظم الأجر انتعكم أنا حسين وش حسيت وكل المستمعين الآن راهما الضامنين معاكم راهما حسين وش حسيت ربي قويكم ويصبركم إن شاء الله وكل الآباء ليفقدوا أولادهم كما هذه تأت لمسان ولا مستغانم طفلة في عمرها آمين ذبحوها سنتين ذبحوها نتعيه لولديها بالصبر وندعيه لإماها بالصبر والباباها بالصبر وركوا تلقوا بها يوم القيامة حسبونا الله ونعم الوكيل كذلك نجاوب على الشاب يعني إنسان يتوب في رمضان ويروح للجامع ولما يروح يصيب ناس يعني جهال يقولوا له بالإنتاج اكتبت خاطش دربة الزنزلة واش دخلكم واش كلفكم انتو مشكون باش تحكموها للناس ايه نعم تاب خاطش دربة الزنزلة هذا إنسان مؤمن ما انت اعتبر ما انت خمم ما انت يخاف ربي ما انت عنده إيمان في قلبه ما انت قلبه مازال حي ما ماتش القلب انتعه اون باد يا أخ أسباب الهداية بيد الله أسباب الهداية بيد الله ربي جاب زنزلة الناس تابت نعمة عربي كي لي ربي هداه ماشي بزنزلة كي لي ربي صحابي ربي هداه بثعلبان ثعلبان كما يقولوا وقيله للشكل راح للصرم انتعه سينا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه راح يا عبد الصرم يصيب هدك الثعلبان رافج جلو حاشكو يبول عليه يبول على الصرم تعجب قال ارب يبول الثعلبان برأسه لقد ذلت من بالت عليه الثعلب فلو كان ربا كان يحمي نفسه فلا خير في رب لقته المصائب برعت من الاصنام في الارض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب شفت كيفه واحد ربي يهديه بزنزلة لاخر يهديه بثعلوبان لاخر يهديه بفكرة لاخر يهديه بنصيحة لاخر يسمع الموعيظة لاخر شف صحبه شف صحبه كما الشيخ جلو الفنان الكبير سلامي عليه شف صحبه مات كي شف صحبه مات عارف باللي الدوام لله راح التزم بطاعة الله والحمد لله وثبت عليها وهكذا كل واحد ربي اجعله سبب واحد الإنسان يسكر يسكر يشرب مرته كل يوم تزقي عليه تزقي عليه كل يوم يسكر تزقي تزقي كيفطن تزقي واحد النهار قال شوفي يا مره راكي كستاتي لي راسي لو كانت كملي تزقي عليها والله العادي يبغي نقول لي نصلي ياه ياه تعجبت ما لاكملت نادوش بلا يصلي هي لحظة التوبة لحظة ربي لما يحب يتوب على عبده ما لا هذا الإنسان يعيروه بالذنب يعيروه كيفا أنت كنت كادة وكادة وكنت داية وكنت داية وكنت بكحلها من التوت وكيفا راكتبت وتخلت للجامعة انت آياد وكنت نعطيك الدوات تاعك السنة لحظة ما طرعش رقوا عند قدام تليفزيون دوكت سمع الدوات تاعك الآخر الآخر تعال غرب الجزائري مسكينة راح يخطب راح يخطب طفلة وإنسان صالح وموما وحاج بيطربي يعني والشاب راحوا بحثوا 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 صابوا له باللي منذ عشرين سنة دار معصية منذ عشرين سنة جبدوا هالو عياروه قالوا له انت كادة وكادة مش يشوفوا عشرين سنة هو تائب لا لا يجبدوا له في الميل الفات ما لا سمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واش يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم فيستغفرون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم سيدنا رسول الله يحلف والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لو كان ما تذنبوش لذهب الله بكم ربي نحياد الخلق ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم سيدنا رسول الله مش يشجعنا على المعصية معاذ الله وإنما رو يجعلنا فسحة أو يفهم فينا بلواحد كي يعصي ربي مش يدوك إما يكمل يعصي ولا احنا نكملوش الدولو في هذه المعصية لا لا ما أنت عصيت ربي استغفر إذا استغفرت ربي يغفر لك لأن ربي خلق الشياطين لمعصيته واخلق الملائكة يطيعه دائما واخلق بني آدم مرة يعصي مرة يعصي مرة يعصي مرة يعصي مرة يعصي في حرنودا حتى يلقى الله إن شاء الله وهو تائب العلماء قالوا الإيمان هذا كما الثوب كما الملابس تلبسها تنحيها تغسلها شوية تعالوا تلبسها وهكذا إذا لا يجوز إنسان يعير إنسان بالمعصية هو تائب ما يجوز لك تعيره كما هذه الطفلة طفلات دارت غلطها صح تابت استغفرت التازمت طيعة لله يبقى وشادي لهذاك العيب تعبكري هذاك العيب تعبكري لا 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 يعني لازم نستره ونغفره ونستمحه ونوسعه قلوبنا والإنسان الإنسان هذا دائما يكون مرتبط بالله انت شوف ربي ما يشوفش الأعباد لك انتهم الأعباد ضحكوا عليك ولا أجبدوا لك عيبك انت شوف علاقتك مع الله يا ربي وراك في طريق الله وراك بعيد عن الحرام وما تمس في الحرام ما تشوف الحرام ما تمشي الحرام ما تحب الحرام بقلبك أحمد ربي وراك في نعمة خلي الناس خلوا وش قالت فهمت ولا ما فهمت سائلة من وهران تقول تغرب والدنا وهاجر إلى فرنسا طالبا للرزق ومات هناك واستقدمناه في صندوق ودفنناه في أرض أجداده فهل يؤجر على تغربه في طلب الرزق علما سيدي سألنا أحد الدعاة فقال لنا العمل في بلاد الكفار حرام والهجر إلى بلدهم من الكبائر فما هو وجه الحق في المسألة هذا لسألته إنسان جاهل عليه أن يتعلم هذا هو أبو خليطة لخلط لكم دينكم وعقلكم وطلق لكم انساكم وكفر لكم ماليكم كنا في الحج كم من الحج كان معنا وحد الشاب مننا من العاصمة شاب منور ما شاء الله ما راح جاب عمره على باباه باباه ما تما يصليش باباه كان ما يصليش الشاب تفكر باباه راح جاب عمره وهداله الثواب راح شاف واحد من المشايخ هدو ما قال له أني جبت عمره على باباه قال له بابك ما تكافر حرام عليك تجيب عليه عمره قال له واش ندير قال له الواجب منك تتبرع منه لأنه كافر أما لك شاب طح مريض يعني مريض بقي خم مسكين يحب باباه يحبه وجاب له عمره وباباه كان مسلم ما لا طح مريض يعني يبكي جاوا جماعة شافوني قالك يا شيخ هل راح تكلم معاه فذهبتوا إليه واش بيك قال لي قال لي بابك ما تكافر قلت له بابك أنت كي شفتوا أنت كان مسلم قال لي كان مسلم يشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله أم خطن على طريقة الإسلامية أم زوج بالفاتحة أولادهم مسلمين أم سميهم أسماء إسلامية وكي جايمو تنطق بالشهادة فهذا مؤمن عاصي مؤمن عاصي ما لا واحد عاصي يجوز نهديره الثواب ما لا صالات الجنازة تبعوا معايا نهار يجيبوا ميت باش نصلوا عليها واش الدعاء شوفوا واش نقولوا هاولك الدعاء تعالجنازة عالميت نقولوا اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ها ها وإن كان مسيئا ندعي وربي اسمح له أما لا هذا الشاب فرح فرح وعرف بلدي صدق في حقها يعني هاولك انتوما باباك مسكين راح يخدم عليكم في الغربة يطلب الإحلال تغرب هاجر على بشي بعتلكم القوتة على الإحلال وكبركم اصبر على فراق الزوجة واصبر على فراق باباه ويماه واصبر على فراق الأطفال واصبر على فراق الأصدقاء واصبر على فراق الوطن كله اصبر في هذه الغربة ويخدم ومشي يعيش روحه يبعث دراهم الولاده باباك يخلي له غي حاجة قليلة والكبير رقع الولاده وبهذا كدراهم كبرته وعشته وكنيته حلال وبالك ما رأني شوف بنيته حتى الفيلات وبنيته الديور وملكته السيارات وعشته في الكافاف والعفاف والحمد لله اليد العليا أفضل وأحب إلى الله من اليد السفلة ومبادر رحت سخصيت هذا أبو خليط هذا قالكم العمل في بلاد الكفار حرام والهجرة إلى بلده من الكبار هذه فتوى باطلة وهذا أو يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح ما شمعت حرام هاجروا معنتها النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بأن يهاجر من مكة إلى المدينة كانت الهجرة على جميع المسلمين واجبة ونهار افتح مكة ولت الهجرة ما شي واجبة معنتها النبي كيرو في مكة ما ذال النبي في مكة ما شي واجبة على جميع المسلمين يجوا إلى مكة لا هجرة بعد الفتح هذا يتكلم لا نفسه على الصحابة بدليل أن الصحابة بعد وفاته هاجروا واشجاب سيدنا عقبة ابن نفلت زايا واشجاب صحابة إلى مصر واشجاب صحابة إلى المغرب واشجاب صحابة إلى سوريا واشجاب صحابة إلى الهند واشجاب صحابة في كل العالم على هراح وراحوا ينشروا الإسلام ويبلغوا إذن هذا الحديث ما هوش دليل ما هوش دليل ما نقول لك يا أختي باباك السمعي وشي طبق عليه لقد تغرب والدكم في طلب رزق الحلال زيد ومات غريبا فهو عند الله من الشهداء قال صلى الله عليه وسلم موت الغريب شهادة رواه الدرقطن وصححه عن ابن عباس مرفوعا موت الغريب شهادة هذا ليموت في الغربة مات في الغربة فهو شهيد يعني يا ربي يعطي له أجر الشهيد نغسله نكفنه ندفنه في مقابل المسلمين وربي يعطي له أجر الشهيد تسأله الخلق خلقه والعباد عباده ورحمة الله